السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحديثكم رجب كمال وحلقاته المتجددة ودقيقة انجليز بمناسب الشهر رمضان الكريم وكل عمان بخير قرار طعم الحقيقات يومية او شبه يومية لها علاقة باللغة الانجليزية مش شرط تكون مستلحات المهم انها تكون حاجة لها علاقة باللغة الانجليزية او حتى ممكن تكون نصائح للناس اللي عايزين تعلموا اللغة الانجليزية انا عارف ان انت مش شرط انت بتسعى ان انت تتكلم اللغة الانجليزية ولكن لازم تبدأ من الصفر او لازم تاخد خطوات عشان تعرف تتكلم مش هينفع عطنط للسلمة العشرة من غير ما تعدى على السلمة الاولى والتانية والتالتة هي اللغة الانجليزية كده او اي حاجة في الدنيا عشان تعلمها لازم تعدي بمراحل المهم الخشف الموضوع على طول النهاردة انا اتكلم عن كلمة سوب وكلمة سوب كلمة سوب اللي هو حساء او شربة كلمة سوب اللي هي صابونة ما ينفعش تخلط ما بين الكلمتين لان كل كلمة لها معناها يعني ما تبقاش ما ينفعش تكون في مطعم تقول له ايه I want to get sop يعني ما ينفعش تكون في المطعم تقول له ايه انا عايز اشرب صابونة No it should be I want to get sop I want to get sop اما لو انت راح التوالت وما فيش صابونة ممكن تقوله Would you please give me sop سوب صابونة S O A P دي صابونة اما سوب اللي هي شربة S O U P S O U P انا عارف ان الحاجة زي كده ممكن ما تفرقش معاك كتير ولكن فعلا هاتفرق معاك لو انت قررت تستخدمها صح That was today's minute See you later Bye